مجد عبدالله 25 سؤال لازم نجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير ان شاء الله اهم هدفي مشوارك الصين 84 لماذا دائما يقال جيلكم ما يتكرر حتى الجيل اللي قبلنا ما يتكرر لكن يمكن عشان احنا حققنا بعض البطولات او اول بطولات المملكة هل ندمت على عدم الزواج لا طبعا انه قسمه نصيب اسوأ حدث في حياتك الكروية يعني فيه اشياء كثيرة واحد ما يتذكرها الحين لكن فيه اشياء كثيرة هل ماجد عبدالله مليونير وهامور عقارات كما يقال والله كان عندي اجابة لكن لا مصحح كان عندي اجابة يعني اشياء لا لا يصلح ايش قلت تتمنى تكون لو ما كنت لاعب كورة لا لاعب كورة مطربك المفضل اهداف في الاخير اهداف طيب كثير جماهير تشوف انك احسن لاعب في تاريخ السعودية انت مين تشوف احسن لاعب في تاريخ السعودية انا اي لاعب خدم المملكة وخدم نديه اعتبره مهم جدا اديني اسم ما في اسم معين عندي لانه احترم الجميع اسوأ صفة في شخصيتك احترم الجميع قال لا اسوأ صفة في شخصيتك احسن طيبة الزايدة ايش اللحظة اللي اتخذت فيها قرار الاعتزال عندما خلاص عندما لا استطيع انه العب انه العضلات عندي ما تتحمل من نجم الساحة الرياضية اليوم في السعودية والله في مواهب كثيرة لكن للأسف ما تحتم بنفسها ما بيطورون عزام طيب ما تحابب تقول اسم معين فيها سامي يعني عندك مثلا في الهلال نواف في عندنا نواف من العابد نواف العابد لعب مهاري ولعب جميل جدا لكن ما هو عارف يهتم بنفسه طيب بما انك مدمن سينما مين افضل ممثل عندك انا صراحة عارفهم بوجيهم طيب اقرب لاعب لك من جيلك كصداقة يعني طبعا فيه كصداقة فيه محيسن في يوسف الخميز في عبدالله الثنيان يعني لو اقعد اخاف انسى احد لكن جميع اللي انا زامنتم خصوصا في النادي اصدقالي لو اليوم اخر يوم في حياتك كيف تقضي لو اخر يوم في حياتي ما بغى افكر بهذا اللحظة هل في حل هل في حل مشكلة التعصب الرياضي طبعا عندما كل انسان يقف عند حده اسوأ انا قد سمعته في حياتك موجه لك يعني انه ما اجد ما يعرف ايام كنت روي على الكرة كم عمرك انا 59 من موليد تسعة الف سعبية تسعة وخمسين نعم وركله ان شاء الله ليش توقفت عن ممارسة الرياضة وزاد وزنك كثير والله بالعكس فيه ناس يقولون لي زاد وزنك فيه ناس يقولون انت خاس وانت ماشي مع الثانيين لا انا ماشي مع الكل انا صالح مع نفسي هل تغرد من حسابك بشكل شخصي نعم بس بطيء تزعجك المقارنة بينك وبين نجوم ثانيين من جيلك او من الاخرين في السعودية من نجوم السعودية ابدا في معسكر البرتغال كان الاعلام بلاحق ماجد الاداري اكتر من اللاعبين انزعجت ولا انبساط كده شوية بينك وبين نفسك لا هذا شيء متوقع يعني كم خسرت في الاسهم والله انا مع الاسهم ماني صاحب معي صراحة اينا ما خسرت فيها فلوس ما دخلت اساسا هل سترأس النصر قريبا او خلينا نقول بعد المنديال بدقة اكثر لا ابدا ابدا شكرا لك عفوا